يا حبيبي الصلاة ده لقاء محبة بينك وبين ربنا ويسيبك من ضغط ماما عليك ان انت ام صلي ام صلي ام صلي ما هو انا مش حاجة افضل اقوله ام صلي طب ما انا بقوله هو بقى انا بقولكم انتو الاتنين اهو احجب ماما هو سمع حضرتك دلوقتي طب ما انا بقولكم اهو بص يا سيد عمر بص يا حبيبي الصلاة ده احنا بنصليها عشان ربنا فتح لنا باب عشان نروح نكلمه نجلس في رحمته نخرج من كل الحاجات اللي بتدايقنا ونعد في جنة من جنات الوصال جنات الجمال فلما احنا بنروح نصلي بنروح نصلي عشان نخرج من كل واوجعنا وكل دقنا وعشان كمان ربنا سبحانه وتعالى ندخل في حماه عشان احنا عبيد لله هو بيحبنا فاحنا بنصلي عشان ده مش بنصلي عشان هو محتاج لصلاتنا ولازم نصلي لو ما صلناش هيبقى رزيد الصلاوات عند ربنا يقل فربنا يدائي مننا ان احنا بوزنانه الاستثمار بتاعه حشا تعالى عن ذلك علوا كبيرة ربنا مش محتاج لنا في حاجة يا ابن احنا اللي محتاجين لرحمته احنا اللي محتاجين لمحبته صلي اول ما تسمع الأدان حس كده ان في حد بيقولك تعالى تعالى عشان تاخد رحمة تعالى عشان تاخد محبة تعالى عشان تاخد راحة حضرة النبي قال كده ارحنا بالصلاة يا بلال تعرف يا عمر ان انت لما تروح لما تسمع الصلاة لما تسمع الأدان تقول ارحني بالصلاة يا عمر وتدخل على الصلاة وانت عايز ترتاح وتدخل على الصلاة وانت بتقابل ربنا يمكن دمعة ويمكن كلمة ويمكن فرحة تكون في قلبك وانت مش عارف تخرجها تخرج بسر الصلاة فتسعد حياتك كلها هابي